أبو عبدالله أحد النواب السابقين في لقاء وتكلم قال أن الاستجواب في تسرع وممكن نحل هذا الاستجواب من خلال سألة برلمانية لجان تحقيق تأييد هذا الكلام أم لا؟ أنا أعتقد ما يفترض على الأخوة النواب إذا زميل لهم ونعب سابق يعني مو نعب حالي لا لا أقولك يا يعني حتى النعب السابق لما تنشده لأخوة وليد طوطوة أنا سمعت زميل وعزة يقول مفروض شنون مفروض أنت أكثر واحد قدمت عشر استجوابات ولا استخدمت وليد طبطوة يقدم أكثر من عشر استجوابات موجودة الحلة والطيق تقريبا عشرة أو أكثر حولها ما شفنا يوم من الأيام أنك سويت الأمر هذا على طول وكان له تصريح ترى در بالك ترى خمس دقائق أطلع أتسوي لك استجواب هو كان يقول شذي اليوم شلي تغير شلي تغير شلي تغير بعدين مفروض يعني حتى من النواب الزملاء السابقين مفروض هذه أداة ومفروض من حق النائب يستخدمها أنا أروح انتقده مقابل أنه واحد دق علي تكفى فلان صرح أو ترى تصريحك ممكن يأثر أو يوازن لا ما توازن مفروض أنت تطالع الاستجواب يعني هذا شلون تسكت شلون أنت كنائب سابق تقبل بهذه التجاوزات أنا لو أعيد استجوابات مع اهترام وتقدير الأخ وليد وعزه وخونه لنا علاقة معاه يعني أنت لو تبترجع الاستجوابات أتحدى إذا مثل هذا الاستجواب إيدانا إحالة للنيابة وكذا أتحدى إذا نفس هالاستجواب وهالمحاور مع أني أحترمه وقدره بس هذا ما يجوز أهوه ولا غيره أنا ما أقول لك استجوابي لا لا تمدحه احتفظ برايك بس واضح أنه في إعاز أنه يا فلان يعني تم الإعاز لك ممكن أنا أقول لك وليد ولا غيره أنا ما بيدخل مع وليد وزميله ولهم عزه وتقدير بس ما بيدخل يعني مفروض أهوه أو أي نائب سابق أو نائب حالي لا تنتقد زميلك زميلك هذا يوم الأيام أنت ممكن كنت أو حتى في المستقبل أحد النواب ممكن يقدم خلا أنت أسمع وحكم بعد ما تسمع أنا ما أقدر أقول حق وليد والله عندي المستند اللي فلاني وروح أطلع الهين وطلع المستندات اللي عندي بعدين يقولي والله لا فعلا نحنا غلطنا لا 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 يعني أركض وسمع أفضل من أنك تعلق مو زينة زينة بو عبد الله لتعريخك مو زينة